وقلنا عايزين نتكلم على النظام الانتخابي وما فيش منع برضه نتكلم شوية على لجنة العفو الرئاسي وانت عضو بهذه اللجنة شديدة الاهمية واللي بظنها انها كمان داعمة جدا لجلسات الحوار ما الذي يدور فيه اروقة الحوار حول النظم الانتخابية؟ شوف انت يعني بتشتغل في الاعلام من سنين طويلة بس انت عندك خلفية سياسية وعارف المجال السياسي العام في العالم كله شكله عامل ازاي لا يوجد في العالم اتفاق حولين شكل النظام الانتخابي مثالي صحيح دا مش موجود في الدنيا طبعا واكبر دليل على كده انه كل دولة لها نظام الانتخابي مختلف على الاخر بل العكس في دول كتيرة بتغير نظوم الانتخابية يعني بتكلم على دول عميقة الديمقراطية يعني يعني في دول بدأت نظم الانتخابية من سنين طويلة كانت بنظام القوائم وبعدين بقى بنظام الفردي يعني والناس خدوا بالقايمة النسبية والناس خدوا بالقايمة المطلقة القصد انه العالم لم يتطفق على نظام الانتخابي اسمه دا الشكل النظام الانتخابي المثالي او دا الاي دي على البقى اللي نمشي عليه مش موجود دا في العالم ولذلك طبيعي جدا انه في الحوار الوطني مع احزاب سياسية متعددة فيها كل الاراء ما بين الاغلبية وما بين المعارضة وما بين اليسار وما بين اليمين يكون هناك اختلاف حولين شكل النظام الانتخابي دي اول نقطة يعني الخلاف على النظام الانتخابي دا مش بدعة يعني دا موجود في العالم موجود للعالم بمختلف في شكل النظم الانتخابية دي أول نقطة تانية نقطة كل نظام انتخابي لهم ميزات ولو عيوب النظم الانتخابية الفردية يعني النظام الفردي خلص من غير القوائم لهم ميزة رئيسية أنه نائب الخدمات التقليدي اللي هو موجود في وسط القرية موجود في وسط الناس لكن عيوبه الرئيسية أنه في الغالب بيكون ما هواش انتخاب على أساس سياسي هو انتخاب على العصبيات على القبلية على المتواجد بيقدم خدمات لكن مش بالضرورة هو أكفأ حد في التشريع والرقابة ليس بالضرورة يعني ممكن يبقى الاختيار على أساس حزبي على أساس سياسي يدي المساحة دي وانت محتاج لتنين ولذلك المشرع لما جاء يعمل قانون الانتخابات خد جمع بين النظامين بين نظام القوائم وبين نظام الفردي قوة سياسية ترى أن القوائم النسبية بتخليها أوسع تمثيلا في العملية السياسية وقوة تانية بتقول أنه النظم الانتخابية بالقايمة النسبية فيها عيب رئيسي مع الاستحقوقات الدستورية الوردة في الدستور أنك عايز تنثل 25% للمرأة عايز تنثل نسبة للشباب عايز تنثل نسبة لزاوي الإعاقة للمواطنين المصريين المسيحيين المصريين في الخارج دي كلها فئات الدستور أوجب تمثلها عمدي سبع فئات في الدستور بالفعل يعني إجرائيا صحيح أعرف أصمم لك نظام يحقق الكلام ده بالقايمة النسبية لأن المسألة هنا نسبية يعني القايمة المطلقة القايمة بتكسب كلها فأنت بتضع الفيئات في قلب القايمة وبالتالي بيبقى فيه سهولة في الحساب لكن هل بعض الطيارات السياسية لما تبقى فيه طول الفترة التي تعلن فيها النتائج لأنك بتحسب النتيجة وقد تعلن نتائج بالأرقام يبقى فيه فريق كسبان ولكن ما جابش العتبة الانتخابية فيخسر وفيه يعني وقائع حصرت قبل كده عن ناس أعلن فوزها وعملت احتفالات في البلد وده بحت وبعدين تاني يوم بتطلع النتيجة مختلفة لأن طريقة الحساب مختلفة القصد أنه دي من عيوب النظم بالقايمة النسبية خاصة مع الكوتر اللي موجودة في الفئات المستهدفة لكن هي ليه مميزات طبعا ما قدرش أنكر أنها بتوسع التمثيل الحزبي والسياسي وده يرى البعض مطلوب أنا قناعات إيه أنا شخصيا أنا كمحمد عبد العيز يعني ما كونتش قناعات نهائية في شكل النظام الانتخابي الأسهل بالنسبة لي الفردي والقايمة المطلقة الأسهل بالنسبة للحساب للواقع المصري لكن فيه أمور لها وجاهة قدمتها أحزاب معارضة حوالين القايمة النسبية وده محتاج أن احنا ننظر إليها الحوار الوطني بيوساهم أنك بتشوف كل الأراء دي ووجاهة كل طرف وكل رأي وفي النهاية ليس مطلوب أنه يحدث توافق 100% لأنه أنت فيه هيتطرح على الحوار الوطني مئات القضايا إذا اتفقنا في مصهم فده توافق كويس توافق جيد يعني وإذا اختلفنا في الباقي لا يزال الحوار ده هيدور في مجلس النواب أثناء نقاش هذا القانون والأحزاب موجودة وممثلة في مجلس النواب هتدافع عن وجهات نظرها داخل المجلس وأيضا حالة الحوار خد بالك هي قائمة سواء على الأضايا الاقتصادية أو على المستوى السياسي شعبيا حتى يعني بعيدا عن قاعات الحوار الوطني الناس على المقاهي وعلى في الشوارع وفي الأماكن الشغلة بتتكلم في السياسة وبتتكلم في الاقتصاد وبتقول قراءها يعني أنت تعلم أنه المواطنين المصريين قدموا لإدارة الحوار الوطني 180 ألف مقترح 180 ألف مقترح ده أعلنتوا إدارة الحوار الوطني في الجلسة الفستحية 180 ألف مقترح ده غير المقترحات بتاعة الأحزاب والقوة السياسية اللي هي رايحة كأحزاب وكممثلين عن الأحزاب